موسيقى السلام عليكم ازايكم سحية الصبح النهاردة على خبر غريب جدا بيقولها كان فيه مركب اسمها ايفر ايس اول معدد من قناة سويس العاملين احتفلوا بالكبطان وادولوا بوكي وارد وقالولوا انت راجل برينز وبتفعل الحقيقة انا مفهمتش خبر يعني هي هيئة قناة سويس هتتبع بروتوكول جديد اي مركب هتعدي هيدوها بوكي وارد مش معنى الراجل ده وده كبطان تايواني على فكرة مش معنى تدوله بوكي وارد اكيد ورا الموضوع ده قصة هستعرف الكصة هقولك مش انا اقولك هحكي لك الكصة بالاول قصة قولها يا سيدي ان ايفر ايس دي تعتبر اضخم سفينة واجدة سفينة عند شركة ايفر جرين عرف ايفر جرين دي مين دي نفس الشركة اللي بعتتلك مركب ايفر جيفن اللي قفلتلك قناة سويس لمدة اسبوقة هي هي نفس الشركة بعتتلك مركب جديدة اضخم من مركب اللي فاتت واعرض وكل حاجة اضخم منه فده كان يعتبر اختبار جديد لهيئة قناة سويس المركب بقى هتعدي ولا هتتحججه ولا ايه في نفس الوقت العاملين كان حطين يديهم على قلبهم ويقولك يا رب الراجل ده يطلع عاقل كده مش غشيم زي الراجل بتاع ايفر جيفن ده ويرشق في قناة سويس يطلع عاقل كده وهادي ويعدي بسلام وده اللي حصل فعشان كده احتفلوا بالكوبطان ودولوا بكيورد واختبار جديد نكحت فيه قناة سويس بس مش ديه كل القصة دي بداية القصة ليه بقى انت عارف الشركة المصنعة الافر ايس دي مين شركة اسمها سامسونج الكورية على فاكرة المركب نفسها مصنوعة في كوريا ركوبطان تايواني بس المركب مصنوعة في كوريا سامسونج الكورية دي تعتبر من اكبر 3 شركات في العالم لبناء الحويات او صفن نقل الحويات ورحية ان شركة سامسونج الكورية دي هي تعتبر كوريا كده سامسونج دي دخلة في كل الصناعات فيها يعني تعمل موبايلات مراكب تعمل كل حاجة فسامسونج دخلة في كل الاستثمارات اللي في كوريا متشعبة في صناعات كتيرة اوي جوة كوريا بس ترجع لحتة بناء الصفن دي طلع خبر من كام يوم بيقولك شركة سامسونج دي مهتمية جدا بالاستثمار في ميناء الأدبية ايه؟ ليه؟ ليه سامسونج مهتمية بالاستثمار في ميناء الأدبية؟ هو اللي انا عرفه ان شركة لارسون الألمانية هي اللي مهتمية بالاستثمار في ميناء ده ليه سامسونج الكوريا عاستستثمر في ميناء ده؟ قال لكم عوزين يخشوا ميناء دي باي شكل طيب تقف هنا عند نقطة مهمة جدا تخيل انت ميناء الأدبية ده لو في شركتين يعتبروا من أكبر شركات العالم موجودين جوا مننا دي ايه اللي هيحصل اتخيل انت عندك تكنولوجيا ألمانية وتكنولوجيا كورية في بناء سفن والأخص بناء سفن نقل الغاز وبترول انا وقف عند النقطة دي ليه؟ خلي بارك انت لو بتيجي تصدر الغاز بتاعك بتعمل ايه؟ بتودي الغاز ده لمصنع اتكو ودمياط عشان يعملوا عملية إسالة وبعد ما يعملوا عملية إسالة بتحط الغاز ده على مراكب اوه الغاز بقى ما بقاش غاز بقى فصولة سائل كده بيتحط على مراكب ويطلع على أوروبا بقى او اي حتة ويطلع لها المركب اللي شايلة الغاز او السائل ده مش مصرية دي ممكن تكون بقى رفع عالم بانما ممكن تكون رفع عالم اي دولة مركب نفسها ملقاش علاقة بمصر فتخيل انت بتنقل الغاز بتاعك او البترول بتاعك على مراكب مصرية مش بس كده تخيل بقى القسطول بتاعك البحري والتجاري ده بين الغاز بين دول انت مش موجود فصولة اصلا معاها يعني مثلا قطر بتصدر الغاز بتاعها لتركيا مثلا تخيل المركب اللي شايلة الغاز القطري دي مركب مصري تخيل انت بقى هتبقى موجود ازاي انت هتبقى متشعب بشكل كبير جدا هيبقى موقفك الاستراتيجي قوي جدا نفوذك عند الدول هيختلف انت عندك قسطول بحري قوي جدا وفي نفس الوقت عندك غاز وبترول فده خبر انا وقفت عنده مش بس كده النهاردة تم توقيع عقد الكطار السريع بتاع العين السخنة فاكر انت انا جيت قلتلك ان الرئيس السيسي كان قاعد بفاوض مع شركة سيمينس الالمانية والرئيس بتاعها بخصوص الكطار السريع ده والصفقة دي خدت وقت كبير جدا لان فيها مميزات ضخمة تدخلت فيها انجلا ميركل شخصية فالصفقة دي النهاردة تم توقيع العقد بتاعها واعتبر كده هتخلص على طول يعني على طول انت عارف المصريين بيستنوش طب اقول لك حاجة عارف القطر الكهربائي اللي احنا كنا بنتكلم عليه بتاع العاصمة الادارية وصل انت بقيت ما بتحط لش خطة خمسية لأ انت بقيت بتحط الخطة بتلاقي الحاجة وصلت فيه بقى اسلوب جديد في الحاجة دلوقتي يعني انت بتسألش بقى منين الفلوس لأ انسى السؤال ده خلاص ما بقاش يتسئل انت دلوقتي منين الوقت احنا هل خنصنا الكطار الكهربائي عشان يوصل لمصر حاجة جريبة جدا فده خبر كويس بس فيه خبر تاني كويس برضو ومهم جدا انت عارف الاستثمار في الغذاء هنا او المصانع اللي بتصنع الجذاء او المطاعم او الحاجات دي في مصر بتكسب دهب يعني بص اي مطعم في مصر بيكسب دهب شوف انت بقى مصنع مثلا بتاع شوكولاتة شوف المواد الغذائية عندنا هنا في مصر انت عندك التعداد كبير والاستهلاك ضخم جدا على فكرة فتش وكالة فتش قالت لك الاستهلاك في مصر زيادة بالرغم من كورونا يعني كورونا بتقلل الاستهلاك قالت لك السوق الاستهلاكي او معدل الاستهلاك في السوق المصري عالي جدا ودي حاجة نادرة في ظل كورونا فاي حاجة بتاعت اكل بتمشي كويس قوي عندنا والدليل ان انت عندك اكتر من حد مشهور ممثلين لعيبة كورا اي حد ملوش علاقة بالمطاعم يعني فتحين مطاعم اول حاجة بتيجي دماغة الواحد افتح مطاعم حيمشي الواحد جات شركة اسمها امريكانا امريكانا دي فتحة بقى كنتاكي فتحة هارديز فتحة كتير اوية في مصر نزلت بمنتج جديد اسمه كريسبي كريم كريسبي كريم اللي اهتم بالخبر ده بلومبرج الامريكية بتقول لك كون ان كريسبي كريم يخش السوق المصري هو ضامن كويس جدا هيشتغل ازاي وهو عاوز يتوسع او المنتج ده اللي اسمه كريسبي كريم عاوز يتوسع في اكتر من 30 دولة اول حد في اهتماماتهم مصر وشيري السوق المصري وتوسع فيه على فكرة كريسبي كريم موجود في الشرق الاوسط موجود في دبي او في الامارات وموجود في الكويت وماشيين كويس جدا يعني في 200 فرع في الشرق الاوسط او في الخليج مثلا كون ان هو ينزل مصر هو رأى توسع ورأى ان السوق ماشي كويس جدا فعاوز يختارك السوق ده فدي حاجة كويسة جدا بلومبرج اللي تكلم مش هادا اللي بتكلم بلومبرج مهتم جدا بالخبر ده طيب كريسبي كريم ده بيعمل ايه بيعمل دونتس وهو شهير جدا بدونتس عارف باسكن دونتس هو ده منافس ليه وبيقولوا ان كريسبي كريم ده احسن او الدونت بتاعته احسن بكتير من باسكن دونتس فدي حاجة لازم توقف عندها خلي بالك شركة امريكانا قلت لك هما هيفتحوا 10 فروع في اول سنة يعني مش فرع واحد وهيشوفوا هيخش بعشر فروع على طول تخيل كده او لازم تحط في اعتبارك ان باسكن دونتس هيبتدي يتوسع هو كمان ويزود استثماراته فانت هنا عندك منافسة في مجال الطعام او في السوق بتاعك عملا تزداد وكل شوية شركة امريكية او شركة اوروبية بتختارك السوق بتاعك والدليل ان شركة امازون امازون دخلت مصر والحقيقة ان الخبر ده سبقوا خبر كان متوقع منه ان الشركة دي هتتوسع في مصر اللي هو ايه خلي بالك شركة امازون اللي هي بتاعة جيف بيسوس جيف بيسوس ده اللي هو اغنى رجل في العالم على حسب مجلة فوربس الامريكية بقيت لك ده اغنى رجل في العالم صورته 200 و 2 مليار دولار بيقولوا ده جوجل اللي بتقول يعني بتقولك هو بيعمل في اليوم الواحد اليوم 325 مليون دولار في اليوم بيسخى الصبح كده 325 مليون دولار عالترابيس انت بتخيل الرقم رقم 325 مليون دولار اه في اليوم طيب في الاسبوع بيعمل كم بيعمل 2.5 مليار في الاسبوع طيب معنى كده ان الرجل ده اغنى رجل في العالم ومستمر يعني فيه منافسة بينه وبين ايليم ماسك بس ايليم ماسك ده عمال يجيب صواريخه يطيرها في الهوى بتاع تسلا ده عمال يعمل حاجات جريبة كده ممكن توقعه صنع الرجل ده كان متجاوز واحدة قبل كده اللي هو جيف بيسوس كان متجاوز واحدة وطلقها وتقريبا هكدت جزء كبير جدا من فلوسه كان حدث يعني مساعدة يعني خدت جزء كبير من جر ما تعمل اي حاجة ست يعني جوزته وطلقته وخلاص كده شكرا حصلت على ساروة طائلة الراجل جيف بيسوس ده مش هو موضوعنا موضوعنا هو شركة امازون امازون كانت واخده قرار من كام شهر تقريبا في الشهر اللي فات او اللي قبليه انه حيغيره اسم سوق تعرف سوق دوت كام اللي موجود عندنا هنا في مصر كان تابع شركة امازون قالك لا ما تسموهش سوق اسمه امازون خبر ده في حد ذاته غريب ليه خلي بالك هما بيختاركوا الاسواق العربية باسم سوق يعني امازون دي اشترت سوق دوت كام في الامراء وعن طريقها فتحت في مصر ليه لان اسم سوق متداول يعني انا كواحد مصري لما اجي اقول امازون ولا اقول اسم سوق اكيد حقول سوق اسهل بالنجبالي خلي بالك مش كلنا هنا في الوطن العربي متعلمين مدرجة كبيرة صح؟ عندنا نسبة من الجهل ونسبة من الفقر كبيرة فانت لازم كلمة عربية تبقى سهلة في لسان الناس او الناس تعرف تقولها بمنتهج سهولة امازون قالت لك لا من هنا ورايح مفيش سوق في امازون بس واسمها امازون دوت ايجبت يعني شان ما تكتبش امازون دوت كام امازون دوت ايجبت وهم كتبين كده على الوابسار بتاعهم مفيش سوق دوت كام في امازون من هنا ورايح امازون هتدخل في حرب شريسة جدا ضد جوميا جوميا بقى الحرب هتشتد عليها جامد جدا وخلي بالك جوميا دلوقتي مهتمية جدا بطلبات جوميا خليت منافسة في حتة تانية خادر طلبات وبرضو طلع لها المانيوز داخل لهم مستثمر جديد فالسوق المصري بقى منافسة فيه شريسة جدا جدا بترجع بس شركة امازون الناس دي خدت قرار جريب جدا قالك احنا نفتتح مركز في العشر من رمضان احياء افتتاح المركز نفسه يدل ليك على قبل شركة امازون دي ليه؟ انا هاوز اقولك لما قالوا ان هما يفتتحوا مركز للتوصيل والكلام ده كله حضر رئيس الوزراء بنفسه رئيس الوزراء بنفسه ليه؟ لين الشركة هتبتدي يتعين موظفين كتير الشركة دي بتستثمر في مصر مليار جنيه عشان كتير امازون مستثمره في مصر مليار جنيه كده يعني حب تفكه الرجل بيعمل 300 وشوية عالصبح فحب تفكه كده قالك هستثمر مليار جنيه في مصر رئيس الوزراء بنفسه رح يفتتح المركز ده في العشر من رمضان طب ليه كده؟ ليه يطلع بنفسه يطلع بنفسه عشان دي شركة ضخمة انت بتشجع الاستثمار تطريهم يعني ان انت لو في اي مشكلة رئيس الوزراء حاضر معنى كده ان الحكومة مش ضدك بندعم الاستثمارات لو شركة امريكية تاخدوا القرار ده برده احنا هنقف جنبها برده هيجي الرئيس الوزراء يفتتح الموضوع ده واعطي اقولك ان التلفزيون المصري والاعلام المصري مهتم جداً شركة امازون تقريباً كده ما صرفوش دعاية التخطية الاعلامية اللي حصلت بحضور رئيس الوزراء ده خدوا دعاية بكتير شركة امازون شركة كبيرة ومش اي كبيرة دي خامس اكبر شركة على مستوى العالم فلما كيان ضخم زي ده يفتتح مستودع في مصر يبقى اكيد ده تم بعد دراسة مستفيدة للسوق المصري والفرص اللي فيه افتتاح المستودع مش بس فرصة لتطوير الخدمة المقدمة للمستهلك المصري لكن كمان فرصة لاستغلال الموقع الجغرافي المصر والوصول لدول تانية مجاورة وده يعز الصورة مصر كمركز اقليمي او وسيط لاكتر من منتج سواء في الطاقة او من خلال قناة السويس او دلوقتي من خلال امازون وغيرهم ودي مش حاجة بسيطة دي مربحة جدا شركة امازون بتستثمر في مصر اكتر من مليار جنيه بتوفر اكتر من 3000 وظيفة وبتمتلك اكتر من 15 محط التوصيل على مستوى الجمهورية والسوق المصري بالنسبة لهم بيحتل المرتبة الاولى من حيث استثمراتهم في افريقيا ده يفتنا في ايه بقى كمواطنين ببساطة جديدة عاوز دخلك يزيد طور عملك وانتاجك ده على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع وده اللي احنا بنعمله دلوقتي بنطور عملنا وانتاجنا علشان عدد اكبر يشتري شغلنا ويدفع فيه اكتر فالدخل القوم يزيد وعاز اقولك ان رئيس الوصر ما حضرش بنفسه حضر وزير الاتصالات ووزير التجارة حضروا الموضع ده برضه فحدث كبير جدا وبيتم تخطيته بشكل واسع امازون دخل السوق المصري بشراسة بشراسة يعي مليار جنيه ده واضح كده ان هما يصرفوا جامد تيجي بقى عند خبر داخلي انا واقف عنده ده يعتبر تحدي للقيادة المصرية تلع خبر النهاردة نزل في اليوم السابق قالك والله على فكرة احنا بتدينا ننقل الاهالي بتاع نزلة السمان وحنوديهم مدينة في اكتوبر والبيوت هناك هياخدوها بالفرش والبيوت هناك والعمارات هناك معمولة كويس جدا منظر حضاري هننقل العشوائيات اخيرا هنقدي على العشوائيات الموجودة في نزلة السمان والكلام الكبير ده كله ماشي خلصت قدم مدينة اللي الناس هتتنقل لها 25% ده على فكرة معدل ضخم جدا لان خلي بالك من ساعة ما تم اتخاذ القرار لحد الوقتي مش وقت كبير صح؟ خلصوا 25% من مدينة دي بيجروا في عاملين مباني منظرة كويس جدا المنظر هناك حلو جدا بس هو في نقطة انا عاوز ولك عليها لو الدولة قدرت تنقل اهالي نزلة السمان من مكانهم ده هيبقى انجاز هتقدر تنقل اي حد من مكان معلش انا عارف ان اقول ايه الناس دي صعب جدا تطلع من مكانها بدليل ان الدولة نفسها استخدمت القوة قصادهم منكحوش هتحك عليك منكحوش قالك بعد كده لا ندي الناس دي سكن ونبدلهم السكن بتاعهم الكلم ده كله ماشي بس خلي بالك الناس دي مش موضوع اثار تحت المنطقة اللي هم فيها انا مكلمش في الحكة دي خالص ولا اقدر اتكلم عليها بالرغم من وجود اثار فعلا بس انا مش بتهم الناس دي مش بتكلم في كده مش دي النقطة اللي عاوز انا عاوز اناقش معاك حاجة تانية الناس دي البيوت بتاعتهم استخدمينها كفنادق يعني اي حد سايح عاوز ينزل مصر جنب الهرب ومش عاوز يدفع 8 غرفة في فندق بينزل في نازلة السمان بتطلع بقى تقولي اصل المكان هناك عشوائي البيوت هناك مش قد كده السياح بيجوا عشان رخص المكان وعاوزين يروحوا الهرب ويجوا منه من جير ما يعودوا ياخدوا مسافات بعيدة وفي نفس الوقت مش عاوزين ينزلوا في فندق فندق بيبقى غالي عليهم ففي نوعية كتيرة من السياح وعلى فكرة فيه سايح اغنية جدا بيحبوا انزلوا في الشواء في نازلة السمان دي عايز كيف بقى يعي كيف الناس بتوع نازلة السمان دول واخدين بيوتهم فنادق هل الدول هتعرف تنقل الناس دي مكانها ولا لا ده تحدي قدام الدولة ومتصدقش الخبر ده اول ماينزل خلاص تعرف كده الامر المسلم بي لا ممكن ممكن يكونوا نقلوا الناس اللي على الوشة الناس اللي هي مساكنها ما بيتمش استخدامها بشكل كبير او ما بيتمش تأجيرها بشكل كبير بس اكيد اكيد الدولة هتعاني مع الناس دي لما تخش على عمرات الضخمة او العمرات اللي هي بقى ايه فيها اجانب وبيتم تأجيرها بشكل دوري اكيد الدولة مش هتعرف تتفق او هتقابل مشكلة في الاتفاق على السعر مع الناس دي انا بقولك كده بناء على اكتر من فيديو شفتو الكازة سايح نازل في نازلة السمان وعايش فيها او قاعد فيها لما بيجي زور مصر يا رب يا رب الدولة تلاقي حل وتنقل الناس دي بمنتهى الرقية وما يحصلش اي اصدام ولا يحصل اي عند من الناس يعني خالي بقى لك ما هو برضو الناس لما تيجي تعاند وتقولك لا احنا مش هننقل لا معلش انا قاسم فيش حاجة اسمها مش هننقل اللي بقى لك انت دلوقتي بتتكلم في دولة غير الدولة فيش حاجة اسمها مش هننقل وفي نفس الوقت مينفعش الدولة تيجي على اي مواطن لازم نصل الاتفاق بس انا شايف ان الحتة دي اصعب حتة في مصر اصعب حتة في مصر هي دي هي اللقطة دي خبر تاني كويس جدا بيقولك على فكرة تم توقيعة دلنهاردة بمشروع تمويل توصيل الغاز الطبيعي للكرة والريف في مبادرة حياة كريمة بكام 17 مليار جنيه على فكرة احنا بقى هنا نقرى المليارات ملايين يعني انا لما اجي اشوف مشروع هيكلف 17 مليار جنيه عشان الناس متوقفش في طوابير الغاز ولا الانبيب والكلام ده كله ويحصل الخناقات والناس تتعذب ويجي لهم الغاز مجرد ان هو يفتح بمحبس يخش عنده الغاز على طول خلاص؟ الدولة هتصرف 17 مليار جنيه عشان توصل الغاز لقد ايه؟ قالك 4 مليون منزل في 4 مليون منزل هيوصل لهم غاز طبيعي فين؟ في الريف والقرى الناس اللي اكتر ناس مهملة في الدولة بتوع الريف والقرى دول يا سيدي انا عارف فيه قرى غنية جدا فيه قرى عندهم فلوس قد كده مش بس فيه قرى فقيرة ودول اللي بيشملهم برنامج حياة كريمة الناس دي بقى حيجيلهم غاز طبيعي مش مية غاز طبيعي حاجة من رفاهية كده وعلى فكرة فيه السنترالات هناك زي ما انا قلتلك بالزبط بيتم تجددها وبيتم رفع كفاءتها بشكل كبير عشان الانترنت يخش للناس دي برضه حاجة كويسة جدا عشان بس ايه الناس تقولك احنا مش شايفين حاجة من الارقام ومش شايفين حاجة من الاقتصاد والكلام ده كله اهو فيه نوع من انواع التحرك وفيه اكتر من حد بعت لي رسالة وقال لي احنا شايفين الدولة هي بتشتغل عندنا في القرية بتاعتنا او في الريف عندنا بتاعك كويسة جدا خبر تاني بيقولك اجتماع البنك المركزي يوم سبعتاشر سبتمبر يوم سبعتاشر سبتمبر هياخد فيه قرار لتغيير سعر الفايدة طيب تغيير سعر الفايدة هيرفعها هيقلل هيقلل سعر الفايدة في البنوك ده اللي قايله كاشت نيوز وقايله جاريت المار فيه احتمالات ان اجتماع البنك المركزي في سبتمبر هيكون فيه قرار بتخفيض الفايدة عاوزوا خلاصة مني مش هيتم لحد اخر السنة البنك المركزي مش هاخد حاجة ليه لان انت داخل على كورونا علش يعني داخل على كورونا وهتغير سعر الفايدة او هتقللها اكيد لا يعني ماينفعش خبر مش عقلاني شوية بس فيه خبر مرتبط بالموضوع ده شوية بيقولك ان فيه بنك اسمه البركة بنك البركة عارض سق اسلامي بـ 18% 18% ده بنك البركة طب ازاي بقى قالك السق الاسلامي ده ايه قالك انت هتحط السق ده عندنا مدته عشر سنين لو عاوز الفايدة بتاعته ربع سنوية هتبقى عشرة وربع في المئة ربع سنوية ده يعني مش شهرية ربع سنوية تنزلك كل ربع سنة الفايدة بتاعتك طب لو نص سنة يعني ستة شهر مثلا تاخد عشرة ونص في المئة فايدة طب لو عاوزها سنوية تعالي بقى عاوزها سنوية نغنغغ قولها حدينك فايدة 18% طب اخد امتى بقى الـ 18% قالك لما المدة دي تخلص اللي هي ايه عشر سنين سيبني عشر سنين وتعالى اخد فايدة 18% فيه ناس هتشوف ده كويس فيه ناس هتعتبر ان بنك البركة بيعمل دعاية لنفسه والله ما عرفه وما تعملش معيه خلاص انا شفت الخبر بقوله لك فيه ناس هتشوف ان بنك البركة بيعلن عن نفسه او بيعمل دعاية لان محدش هيستنى عشر سنين عشر سنين ما نجير فايدة عشر سنين تستنى بقى لحد ما فايدة تنزل لك بعد عشر سنين يحيينا ربنا ويدينا العمر يعني فانا شايفه خبر دعاية شوية ممكن حد يهتم معلوش ياريت يعني لو فيه حد مهتم بصفقة زي كده مش اخر حاجة عاوز اقول لك فيه حاجة اسمها كان بانك كان بانك ده ماشين كده او مكه ده ابتدى يحطوها وحينشروها وحتشوفها بشكل كبير جواب محلات والسوبرماركتز بخصوص ايه بقى عارف الكن بابسي لما تشربها بعد ما تخلص ما ترمياش في الزبالة حطها جواب مكهنة دي ينزل لك بقى كوبون فيه خاصة ينزل لك بقى خصومات وهدايا وحاجات زي كده انت كده كده كنت هترميها لأ حطها جواب مكهنة دي وهينزل لك بدالها خصومات وهدايا وحاجات كويس المكهنة دي او الفكهنة دي موجودة في امريكا واوروبا بشكل كبير بس امريكا بالاخص امريكان بيعزوا الحاجات دي وتلاقي بقى فيه ناس بتجمع الازايز البلاستيك والكنز عشان تحطوها جواب مكهنة ده وينزل لها فلوز بيحبوا كده جدا ففيه شركة عندنا هي اللي اخترعت المكهنة ده اسمها هي اللي بتصنع المكهنة ده والواضح ان فيه عليه اقبال والواضح ان انت هتشوفها الفترة الجاية كتير جدا لمنع الكمامة او تقليلها بشكل كبير يا رب ما كونش الحتناك الموضوع بشكل مبسط ارفع راسك فوق احنا مشين صح داني هتبقى احلى واحلى ان شاء الله هيتضرب السد وهل انت هاوزه وارفع راسك فوق انت مصري وعلى حق وارب نزل مصر تحيا مصر سلام مصر بلادي الجميلة حسن السلام والامان وانت الحضارة الاصيلة قبل التاريخ والزمان ومهما كان انت مصر وكل خطوة بالنصر ومهما كان انت مصر ثانيا